توجه أمس الأثنين قرابة 30 شرطيا كنديا منهم 14 عضوا في قسم الشرطة في مدينة موريال إلى هيتي حيث سيشاركون في تدريب نظرائهم لاعتماد الأسليب نفسها التي تعتمدها الشرطة في كندا يشارك في هذه المهم عناصر من الشرطة الفيدرالية الكندية ومن السلطات الأمنية في كبك ومن أفراد الشرطة في مدينة موريال مع التذكير أن عناصر الشرطة في كندا يساهمون في تدريب العناصر الأمنية في هيتي منذ مدة إنما المهمة الحالية تندرج في إطار بعثة الأمم المتحدة التي بدأت أعمالها عام 2004 ومنذ ذلك التاريخ توجه إلى هيتي سنويا ما بين 85 إلى 95 شرطيا كنديا الجدير ذكره أنه من أصل 87 فردا من عناصر الشرطة الكندية المتواجدين في هيتي نجد سبع نساء فقط تستأنف اليوم الثلاثة لجنة شاربونو أعمالها بعد توقف قصري لمدة أسبوع في أعقاب تعرض الشاهد والنقاب السابق كان بيريرا إلى حدث غير مفتعل على ما يبدو أدى إلى دخوله إلى المستشفى نعيد التفكير أن المعلومات التي كشف عنها بيريرا أمام لجنة شاربونو خطيرة وطالت عددا من المسؤولين الرفعي المستوى في اتحاد العمال في كابك فرع البناء وصندوق التضامن في كابك نددت نقابة الممرضات والممرضين في كابك بقرار إلغاء عدد من الوظائف الخاصة بالعملين في قطاع التمريد في مراكز الإيواء والعناية على المدى الطويل المعروفة بالـ CHSLD في مقاطعة كابك كما طالبت النقابة بتدخل فوري وطارئ لوزير الصحة وعبرت رئيسة النقابة لوسي ترامبلي عن قلاقها بسبب تراجع أعداد الممرضات في عدد من المراكز الصحية فعلى سبيل المثال أقام معهد طب الشيخوخة بإلغاء 30 وظيفة في صفوف العاملين في مجال التمريد نعيد التذكير أن في أيار ميل ماضي كشفت وسائل الإعلام المحلية أن في مركز الإيواء في منطقة بوردو كارتيفيل سان لوران لم يتبقى سوى ممرضة واحدة لخدمة 196 مريضا مسنا أثناء فترة الليل من جهة أخرى تراجع عدد الممرضات بواقع النصف في مراكز الإيواء والرعاية على المدى الطويل في وسط مدينة موريال منذ بداية الثمانينيات وحتى اليوم في السياق ذاته وبعد مطالبة أحزاب المعارضة باتخاذ قرار بخصوص هذه المسألة رد وزير الصحة رجاء إبارة قائلا أن المطلوب هو عدد أقل من الممرضات والممرضين وعدد أكبر من المشرفين على الخدمة مع هذا الخبر ينتهي الموجز شكرا لحسن المتابعة